مر اليوم العالمي للعمل الإنساني واليمن تواجه أزمة إنسانية خانقة خلفها عدوان ميليشيا الحوثية الانقلابية للعام السادس على التوالي وشهد العام الجاري 2020 انخفاضا حادا في تعهدات المانحين لليمن حيث تسبب نقص التمويل في البدء بإغلاق وتقليص 12 برنامجا من برامج الأمم المتحدة الرئيسة الثمانية والثلاثين بينما يواجه 20 برنامجا آخر المصير ذات وفقا لما أكدتهم نسيقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي نقص التمويل وفقا ليغاندي يهدد ملايين السكان بالموت إذا لم يتوفر التمويل بصورة عاجلة خلال الأسابيع القادمة مشيرة إلى أنه سيتم قطع 50% من خدمات المياه والصرف الصحي وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى وأوضحت جراندي بأنه تم قطع الخدمات الصحية أو تخفيضها في 275 مركزا متخصصا إضافيا لعلاج الأشخاص المصابين بالكوليرا والأمراض المعدية الأخرى وتوقف المخصصات لما يقارب من 10 ألاف من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ونوهت جراندي إلى أنه من المحتمل أن يتم إغلاق 70% على الأقل من المدارس وخلال الأسابيع القادمة جراء نقص التمويل وكشفت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في تصريح صحفي بأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم تمويلها بنسبة 21% فقط حتى الآن فيما لم يتم دفع إلا 40% من تلك التعاهدات وحثى دقرائق المانحين على دفع جميع التعاهدات المعلقة على الفوق والنظر في زيادة دعمهم وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن مؤكدة أن البلاد تحتاج أكثر من 3 مليار و 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية خلال العام الجاري 2020 وفي وقت سابق حذرت الحكومة اليمنية من تبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي حرص الحكومة على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في كافة الأراضي اليمنية مشددا على ضرورة التحرك لوضع حلول مناسبة لهذه المشكلة